نحن لخلو الدستور في المادة 54 و 55 من صلاحيات رئيس السن حيث بيّنت فقط بأنه يتم انتخاب الرئيس الشرعي ونائبه قدمنا دفوع فيما يتعلق بصلاحيات رئيس السن والكتلة الأفضل بأتبار أن المادتين قاسة لا يوجد فيها توضيح تبينت المحكمة بأنه هناك أعراف وهناك سوابا استند عليها مجلس النواب وتعترف و تعرف بأن الأعراف السوابقية من مصادر التشريع صار عليها مجلس النواب لأن هناك صلاحيات يتمتع بها رئيس السن وذلك من خلال الكتاب الذي وجه من دفوع ماذي الحاضر وكذلك من خلال الفيديوات التي تم انتشارها بصلاحية رئيس السن محمد علي الذي حتى وصل إلى استجواب أحد المحافظين لذلك اليوم من خلال هذه دعوة نحن نثبت قرار قد يفكت كثير من الأزمات القادمة وهي ما هي صلاحية رئيس السن ومن هو الذي يحدد المطل حسب المطلات المتوفرة التي قدمت لرئيس السن البطار هو الكتاب